سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا ترد بعقلك ونقمل بعقلك وديرد بعقلك وديرد بعقلك يبقى الجنب يبقى والعوبة بين عقل البشر برحب بكم عزيزي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل والمرة اللي فاتت اتكلمنا عن البخاري والتدليس وإزاي البخاري دلس اسم شيخ الزهلي انتقاما منه في كذا حديث وطبعا ليه؟ لأن الزهلي كفر البخاري النهاردة هنتكلم عن عنوان حلقتنا هيكون البخاري والتدليس المركب وهنتكلم إزاي البخاري دلس في حديث مهم جدا أنا الأول هقول إيه هو الحديث وبعدين هذكر لكم موجود فين الحديث ده بس هشرح الأول لأن لو تفهمت خلاص بعد كده نقول المراجع هتكون مفهومة في واحد اسمه عطاء وده اللي احنا هنركز عليه أول الحلقة عطاء ده اسمه عطاء الخراساني يبقى عطاء ده اسمه عطاء الخراساني البخاري مرضيش يكتب اسم عطاء مين؟ كتب عطاء بس لكن مش بس ده التدليس اللي كتبه البخاري في الحديث ده لا ده نقل عن واحد يقول كده عن ابنه جريج وقال عطاء عن ابن عباس الحديث بيتكلم عن ثلاثة ابنه جريج وبعدين عطاء اللي هو مرضيش يقول لنا عطاء مين؟ وبعدين عن ابن عباس ابنه جريج ده ما شافش عطاء ولكن أخد من ابنه اللي هو عثمان ابن عطاء الخراساني وعطاء الخراساني ما شافش ابن عباس والمهم أن أهم حاجة عند البخاري أن كان المفروض إيه؟ كان المفروض على شرط البخاري أن المحدثين يشوفوا بعض لكن هنا التلاتة ما شافوش بعضيهم غير أن عطاء ده مرضيش يقول أنه هو عطاء الخراساني علشان الناس لما تشوف اسمه عطاء تفكر أنه هو عطاء ابن أبي رباح فيبقى هنا في إيه؟ تلاتة أنواع من التدليس التلاتة ما شافوش بعضيهم عطاء ده مش هو عطاء ابن أبي رباح لكن هو عطاء الخراساني التالت نوع إن البخاري نقل عن التلاتة دول اللي ما شافوش بعض فإسمه تدليس طبعا الحلقة اسمها تدليس مراكب خلينا بقى نبتدي بأول كتب إحنا نبتدي أنا شرحت الفكرة هنبتدي نشوف الكتب قالت هل الكتب قالت الكلام اللي أنا بقوله ولا ده كلامي أنا أول كتاب هو سير أعلى منه بلاء طبق الرابع طبق الرابع عطاء الخراساني بعرفنا هو مين؟ هو عطاء ابن أبي مسلم المحدث وقال الدرقطني هو في نفسه ثقة ولكن لم يلقى ابن عباس لم يلقى ابن عباس الكلام اللي أنا قلته يبقى هو ثقة إزاي ثقة وانت واخد منه وهو أصلا ما شافش ابن عباس طب انت بتقول عليه إزاي ثقة يعني إنه يدلس طب إزاي بتاخد منه البخاري ياخد زيوة من واحد بدلس وقال حجاج ابن محمد حدثنا شعبة حدثنا عطاء الخراساني وكان نسيا يبقى تاني معلومة عرف عن عطاء الخراساني اللي خد منه البخاري إنه كان بينسى قال عصمان ابن عطاء عن أبيه قدمت المدينة وقد فاتني عمت الصحابة وذكره البخاري في الضعفاء والعقيل وابن حبان وقال الترمزي في العلله قال محمد يعني البخاري ما أعرف لمالك يروي عنه يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني يعني ده اللي يترك حديثه هو إيه عطاء الخراساني قلت ما شأنه طب ليه بتترك حديثه ليه قال عمت حديثه مقلوبة يعني كان هيئة اللي بالحديث ثم قال الترمزي هو ثقة يروي عنه مثل مالك ومعمر ولم أسمع أحد من المتقدمين تكلم فيه وقيله إن الذي فيه سورة نوح من صحيح البخاري عن عطاء الخراساني وبهما بيقول لنا إن اللي هتلقوه في سورة نوح في صحيح البخاري ده عطاء الخراساني لأن طبعا زي ما قلتلكم أن البخاري مرضيش يقول عطاء مين وليس بجيد بل هو عطاء ابن أبي رباح هو بيقول ليس بجيد بل هو عطاء ابن أبي رباح فعلى هذا لا شاقل الخراساني في صحيح مصلي وطبعا ده قيلة وقيلة دي صيغة تمريد يعني ممكن يكون البخاري يكون خد من يعني يكون هو العطاء الخرساني المقصود في البخاري قيلة دي صيغة تمريد قيلة يعني طيب تعالوا بقى نتأكد ونشوف هل هو فعلا زي ما قالوا عطاء الخرساني ولا زي ما البخاري عايز يفتكر الناس ان هو عطاء ابن عبي ربها تعالوا نشوف اول حديث فتح الباري شرح سهل بخاري كتاب تفسير القرآن سورة نوح انا هقول المحدثين عشان نعيد الكلام ده انا قلت اول الحلقة بس انا هقول لكم الحديث حدثنا ابراهيم ابن موسى اخبرنا هشام عن ابن جريج قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه وفتح الباري ابن حجر عسقلاني فتح الباري بيقول لنا ايه بقى هيشرح دلوقتي عن ابن عباس قيلة هذا منقطع لان عطاء المذكور هو عطاء الخرساني شوف يعني ابن حجر عسقلاني فاهم هو بيتكلم ولم يلقى ابن عباس واللي قد اخرج عبد الرزاق هذا الحديث في تفسيره عن ابن جريج فقال اخبرني عطاء الخرساني عن ابن عباس وقال ابن بسعود ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج عن عطاء الخرساني كل الناس بتأكد ان هو عطاء الخرساني طبعا محدش بياخد منه وعن ابن عباس وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخرساني انما اخذوا من ابن عثمان ابن عطاء يبقى دي الفكرة خلينا كده نقف عن دي الحتة دي شوف هما بيقول ايه بيقول ان ابن جريج جريج ما خدش من عطاء لكن خد من مين خد من عثمان ابن عطاء وده ابن حجر اللي بيقول لنا كده خد من عثمان ابن عطاء يعني ما شفوش خلينا كمان نكمل ويقول كده في فتح الباري وذكر صالح ابن احمد ابن حنبل في العلال عن علي ابن المديني وعلي ابن المديني ده مين ده شيخ البخاري قال سألت يحياء القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخرساني فقال ضعيف قلت انه يقول اخبارنا قال لا شيء شوفوا بيقول كده ايه ضعيف بيقول ده اخبارنا راح قالهم لا شيء نروح كده بتاني نتأكد من نفس الكلام سير اعلام النبلاء الطبقة الخامسة ابن جريج يقول لنا كده وروى الاسرم هيكلم لنا عن ابن جريج تاني اللي احنا برضو نفس الفكرة ابن جريج ما خدش من عطاء ولكن خد من ابنه وعطاء ده مش عطاء ابن ابي رباح لا ده عطاء الخرساني وعطاء ما شفش ابن عباس نفس الفكرة على مدار طول الحلقة هنشوف كده بيقول لنا روى الاسرم عن احمد ابن حنبل قال اسقال ابن جريج قال فلان وقال فلان واخبرت واجاء بمناكير واسقال اخبرني وسمعت في حاسبك به قالك حاسب منه وبيقول كده وروى الميموني عن احمد اسقال ابن جريج قال فاحذره يعني احذر لو قالك ابن جريج احذروا لان طبعا عارفين ان ابن جريج ما شفش عطاء لكن هنشوف كتاب تاني ان هما عطاء الخرساني كان حد معروف حتى انه كانوا بيعود يكتبوا عطاء الخرساني عطاء الخرساني الغاية ما كانوا بيزهقوا ويملوا هنشوف الكلام ده فين حدثنا ابراهيم ابن موسى اخبرنا هشام عن ابن جريج قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وده في فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب تفسير الكرآن باب ودا ولا سواعا ولا يغوس ولا يعوق يبقى ده مرجع اهو هنقرأ ابن حجر بيقول ايه ابن حجر العسقالاني بيقول وقال ابو مسعود ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج عن عطاء الخرساني يبقى هو بيقول لنا هو ثبت عن ايه عن عطاء الخرساني وعطاء الخرساني محدش為 يخد منه وكمان ابن جريج احنا لسه بنأكد نفس الفكرة هي فكرة واحدة ابن جريج مشافش عطاء الخرساني عن ابن عباس وابن جريج لم يسمع التفسير ابن حجر بيقول لناه لم يسمع التفسير من عطاء الخرساني انما اخذوا من ابنه عثمان ابن عطاء فنظر فيه وبعدين بيقول لنا وقال الإسماعيلي أخبرت عن علي بن المديني من علي بن المديني ده الشيخ البخاري إنه ذكر في التفسير ابن جريج كلاما معناه إنه كان يقول عن عطاء الخرساني عن ابن عباس فطال على الوراق تخيلوا طال على الوراق وكان يكتب الخرساني يعني كان يقعد يكتب عطاء الخرساني عطاء الخرساني عطاء الخرساني كان يقعد يكتب كده كتير فطال على الوراق أن يكتب الخرساني كل حديث فترة كهو فابتدى يكتب عطاء بس ومن روى انه عطاء ابن ابي رباح فرواه من روى على انه عطاء ابن رباح يبقى هنا بيأكد لنا ان فرواه من رواه لان طبعا ما كتبوش الخروساني فالناس تفتكر انه عطاء ابن ابي رباح واشار بهذا الى القصة التي ذكرها صالح ابن احمد ابن علي ابن المدينة ونبه عليها ابو علي الجياني في تقييد المهمل ويقال لنا كده قال ابن المدينة سمعت هشام ابن يوسف يقول لي قال لي ابن جراج سمعت عطاء عن التفسير من البقرة وقال عمران ثم قال اعفني من هذا قال قال هشام فكان بعد اسقال قال عطاء عن ابن عباس قال عطاء الخرساني قال هشام فكتبنا ثم مللنا حتى يعني كتبنا الخرساني قال ابن المدينة وانما بينت هذا لان محمد ابن سور كان يجعلها يعني في رويته عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فيظن انه عطاء ابن ابي رباح خلينا كمان نشوف المرجع التاني قال ابن المدينة انما بينت هذا لان محمد ابن سور كان يجعلها يعني في رويته عن ابن عباس عن عطاء عن ابن عباس فيظن انه عطاء ابن ابي رباح وخلينا نشوف ان فتح الباري ابن حجر عايز يلقى مخرج لفتح الباري للبخاري فيقول لنا ايه وقد اخرج الفاكهي الحديث المذكور من طريق محمد ابن ساور عن ابن جريج عن عطاء ابن عباس لم يلقى الخراساني كل ده احنا قلناه هو بيعيد نفس الكلام واخرجه عبد الرزاق كما تقدم فقال الخراساني وهذا مما استعظم على البخاري ان يخفى عليه يبقى استعظم ولكن الذي قوي عندي ان هذا الحديث بخصوصه عن ابن جريج هو عزل امخرج ليه ويقول ده مش معقول يعني يخفى على البخاري ان هو الخراساني ويكتبه لكن ابن حجر بيقول والذي قوي عندي ان ما هو حديث بخصوص ابن جريج خلينا نشوف مقال ايه بدر الدين العياني الحنفي بدر الدين العياني الحنفي في عمدة القارق شرح صحيح البخاري بيقول قلت فيه نظر لا يخفى لانه تشدده في شرط الاتصال لا يلتزم عدم الخفاء عليه اصلا فسبحان من لا يخفى عليه شيء وقوله على ظاهره على شرطه ليس بصحيح لان الخراساني من افراد مسلم كما ذكر في موضوع خلينا نشوف ان مسلم ذكر الخراساني فعلا لان من افراد مسلم في صحيح مسلم كتاب الجنائي اسباب استأذن النبي عز وجل فيه زيارة قبره ام وراح ذكر ان هو عطاء الخراساني خلينا نشوف المرجع اللي بعده نشوف المرجع اللي بعده بسرعة القستلاني قال ايه بيعلق في ارشاد الساري بيقول شرح القستلاني ارشاد الساري شرح صحيح البخاري بيقول وهذا جواب اقناعي وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد ولابد للجواد من كبوة يعني القستلاني اكد اني لابد من الجواد من كبوة ان البخاري فعلا وقع في المشكلة دي يبقى احنا دلوقتي انا بسيبكم على الحلقة دي مع التدليس المراكب هل انت تستأمن البخاري ان انت تاخد منه حديث وهو جايب تدليس مراكب زي اللي احنا شفناه على مدار طول الحلقة والتقي بكم في الحلقة القادمة من النقل ام العقيم لو سقطت مصادرنا الاصلية اللي هي كتب السنة فهذا اعظم بألف درجة من ان تسقط اراضي انت اك رد بعقل احنا نقبل بعقل وانت ارد بعقل وانت انكر بعقل يبقى الجن يبقى ونعوبة بين عقل المشكل